السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشونكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير نكمل إن شاء الله مختبرات طب مجتمع أو مادة الوبائيات التمارين مالتها ووصلنا إلى Part 2 من الإكسرسايز الثاني والي هو عن Antinatal Care العناية بالحوامل Antinatal يعني ما قبل الولادة وإنطانا هاي البرابلم إنه يقول Antinatal Care is an important element of primary health care هي شغلة من من المهام الموكلة بالمراكز الصحية الوحدة الصحية الأولية تمام؟ ونشوف دائماً من ندخل على المراكز الصحية ومكان رعاية الحوامل Care of Pregnant Mothers Study was done to assist Antinatal Care of Pregnant Mothers who are at special risk سوء الدراسة ديشوفون كمية وكفاءة كفاءة هذه الرعاية ومقدار وصولها إلى نساء الحوامل اللي هما عدهم نسبة خطورة عالية هاي risk group in rural community in Moussel City مجتمع قروي داخل مدينة الموصل هاي الدراسة صارت بقرية الشريخان بالستة وتسعين اللي تبعد تسع كيلومترات شمال شرق شمال غرب عفواً مدينة الموصل تمام؟ المجمل السكان جدت شان خمسة ممستالاف شخص خمسة الاف شخص موجود عندنا بالقرية هاي القرية تصلها الخدمات الصحية من المركز الصحي الرشيدية اللي يبعد كيلو نص متر جنوب شرق هذه القرية الداتا اللي شفناها يعني راحوا وطلعوا جماعة الدراسة عن مركز الصحي الرشيدية واستخدموا نفس البيانات اللي موجودة عندهم داخل المركز بعد ما شافوا وجمعوا البيانات اللي موجودة بالمركز اللي موجودة عندهم داخل المركز راحوا وطلعوا على البيوت بالقرية وعلى بيت بيت يعني راحوا على بيت بيت سووا مقابلة مع أفراد العائلة وسألوهم بعض الأسئلة حتى يحددون البرفلنس point prevalence of high risk pregnancy حتى يحددون مقدار ومقدار شيوع البرفلنس مال شنو مال high risk pregnancy الحمل ذو الخطورة العالية تمام؟ راحوا على كل العائلات and all pregnant women were interviewed قابلوا المئتين كل النساء الحامل واللي اكتشفوا أنه عددهم مئتين امرأة مئتين امرأة حامل فشافوا أنه عدد النساء بالقرية كان ألف وثلاثمئة وثلاثين حلو من هلف ألف وثلاثمئة وثلاثين طبعا قسموهم على حسب الأعمار جوى الخمسة تعش خمسة تعش إلى خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين والأكبر من الخمسة وعشرين من الألف وثلاثمئة وثلاثين امرأة أو فيميل طلعوا ثمانمئة وسبعين امرأة متزوجة من الثمانمئة وسبعين امرأة متزوجة مئتين امرأة كانوا حوامل من الميتين شافوا أكو مئة واربعة وثمانين امرأة الرسك مالتها البرغنانسي مالتها عالية أوكي زين يجي نبدأ بالأسئلة عرف لي الهاي رسكي جروبه برغنانت ومن حتى نعرف الهاي رسكي برغنانت ومن راح نروح على ملزمة الحلول ونشوف هذا السكورنج سيستم اللي انطونيا منظمة الصحة العالمية هذا السكورنج سيستم أجي أنا أشوف معلومات الأم الحامل وأسألها على بعض الأسئلة من خلال هذه الأسئلة راح أقرر هل إنه هي الامرأة هذه نسبة الخطورة عالية عالية جداً لو ما أكو خطورة على الحامل تمام زين فنبدأ أولاً بالعمر اللي عمرهم أقل من 19 أو أكثر من 40 أقل من 19 أو أكثر من 40 أنطيهم سكور 4 بين 30 و 39 السكور مالاتهم 2 والمن 20 29 سكور مالاتها 0 عد الأطفال عد الأطفال يعني اللي بالبيت مو يعني من عدها الطفل اللي هي حالين هو ببطن أمه إذا كانوا أكثر أو يساوي 5 فهي 4 أنطيها إذا 0 أو 1 يعني ما عدها ولا طفل أو عدها طفل وهذا ثاني طفل هي حامل بي راح نتبهها 2 إذا عدها طفلين إلى 4 أطفال بالبيت وهسا هي حامل بالخامس راح نقول عليه 0 البعد البعد والمسافة ما بين آخر حامل وهل حامل هل أقل من سنتين راح ننطيه 1 يعني مثلا قبل سنة كانت حامل وهسا من حامل أو أكثر أو يساوي سنتين فرح ننطيه 0 التاريخ الطبي مع الأمراض هذه الأم هل أنه عدها سابقا فد مشاكل خلال الولادة أو بستتريك كومليكيشنز أو توفاء ومات أحد أطفالها خلال الولادة راح ننطيها 3 مثلا عدها سكري الحامل مثلا عدها ارتفاع ضغط بالحامل أو عدها أمراض بأجهزة أخرى مثلا عدها سكري عدها أمراض بالكلة أمراض بالقلب ارتفاع بالضغط راح ننطيها 5 وأخيرا التعلم تعلم الأم هل إي أمية لو متعلمة الأمية ننطيها 1 والمتعلمة ننطيها 0 حلو زين نرجع نجمع هذه الأرقام ونطلع بسكور فخلي آخر المثال و بعد أن نشوف السكور شون يطلع عنا جينا على وحدة شفنا قالت إنه إجسالناها جقد عمرش قالت عمري 35 سنة 35 سنة جقد ننطيها يعني 2 أوكي خلي نسح كل هذه حتى بعدين نرجع نحسب 2 حلو كم طفل عندش بالبيت؟ قالت عندي 3 أطفال بالبيت راح ننطيها 0 إيش قد يعني الحامل السابق إيش وقت صار تقول قبل سنة الولادة السابقة قبل سنة يعني 1 year فش رائد راح ننطيها راح ننطيها 1 عندش أمراض مزمنة قلب شرايين ضغط سكري قالت لا عندش مضاعفات بالحمل السابق قالت إيه أول حمل صار عندي سكري ارتفاع سكر الحمل وثاني واحد صار عندي ارتفاع بالضغط ثالث 1 ما صار عندنا شيء إذن راح ننطيها 3 بعدين نجي عليها أنت متعلمة لأمية قالت أنا أمية راح نطيها 1 أرجع أجي أجمع 2 زايدا 0 2 زايدا 1 3 زايدا 3 6 زايدا 1 7 طلع عندنا 7 نجي نشوف الرسك مالتنا يقول إذا كان العدد أكثر من 5 فهذا الرسك جدا عالي ولازم أحولها على المستشفى إذا كان الرسك إذا كان العدد ما بين 3 و 4 فهذا الرسك عالي ولازم أحولها إلى المستشفى عف أفوا ينصح بتحويلها إلى المستشفى بس مو لازم يعني مو شرط أما إذا كان الرسك ما بين الصفر والاثنين يعني المجموع سكور صفر أو واحد أو اثنين فمعنتها usual أو low risk رسك قليل خطورة قليلة فنعتني بها بالمركز الصحي مالتنا حلو؟ فهذه المريضة اللي نطينا المثال عليها طلعت عندي 7 فمباشرة راح أحولها إلى المستشفى ضروري تتحول للمستشفى أوكي فمن يجي يقول عرف إنه لازم نيجي نسأل على هاي الأسئلة فمثلا نطعنا مثال امرأة عمرها 17 سنة عدها ديابيتس هذا هو وعدها وعدها ونطي خلنا نيجي نشوف على حسب هذه الشغلات إنه هي عمرها 17 إذن شقد راح نطيها خلنا نمسح هذه الشغلات دقيقة نطيها عمرها أقل من 17 إذن 4 عدد الأطفال صفر نطيها 2 ما موجود لأن هي هذا أول حمل فراحنا نطيها صفر عدها وعدها وعدها إذن ثمانية هي غير متعلمة إذن واحد واحد وخمسة ستة وصفر ستة واثنيا ثمانية وأربعة اثناش ما هي طلعنا إياها اثناش حلو؟ إذن هي و لازم شو نسوي ريفيرل تو هسبيتل تمام؟ هذا هي هاي رسك بريغنانسي هو هذا القصد بها زينا يقول شنو نوع الدراسة اللي صارت هنا الدراسة بما أنه تمت على البوبيليشن وأخذنا كل العينة بالكامل كل النساء الحوامل بهاي القرية حصرناهم وأخذناهم فراح نسميها cross-sectional study cross-sectional study طبعا هاي شوية متعلقة أنواع الدراسات متعلقة بمادة النظري cross-sectional study هاي نوع من أنواع الدراسات اللي رح ناخذ بها العينة بالكامل زينا نقول What was the overall point prevalence of pregnancy among the village women إشقد the prevalence ما the pregnancy among the village women إشقد؟ ذكرنا عدد ال-pregnancy هما 60 من أجي أريد أحسب ال-pregnancy شو رح نقسم؟ رح نقسم عدد المصابين وهنا المصابين طبعا يعني هما بالحامل بس يعني ك يعني يعني مجازا هم مصابين المصابين بالحامل أقسمهم على منو؟ على كل النساء؟ لا أقسمهم على النساء المتزوجات لأن احنا ما عدنا حامل خارجي الزواج تمام؟ فراح أجي أقسم 200 على 870 في مئة بالمئة فخلي طلع الحاسبة مالتنا 200 تقسيم 870 و في مئة يطلع عنا 22 22.98 بالمئة حلو؟ أو ممكن 22.99 أو نعتبرها 23 بالمئة خلينا نروح نشوف ملزمة الحلول الشي يقول عندنا يقول هي cross-sectional study design was used لأن all take all pregnant women أخذناها بنفس الوقت من جاه حسبها طلع 23 بالمئة مثل ما قلنا سوى تقريب زين بعدين شي يجي يقول يقول احسبنا الـ age specific percentage of married women among all women والـ age specific percentage of pregnant women among married women والـ age specific percentage of high risk pregnant among pregnant women زين زين هذه راح نجي ونرجع لهنا لهذا الجدول المال شي يريد نحسب يريد نحسب عدد النساء أو نسبة المتزوجات إلى كل النساء والحوامل من المتزوجات والريسك العالي من الحوامل حلو؟ فش راح نسوي راح أجي أخذ رقم رقم وأقسمه على المجموعة اللي قبله فمثلا راح أخذ الـ 18 وأقسمها على 150 18 على 150 طبعا نحن ليش ناخذ هذا العمر وحده؟ لأنه هو قال age specific يعني يريد عدد نسبة يريد نسبة النساء المتزوجات اللي عمرهم أقل من 15 سنة من كل النساء أو بصيغة أخرى يقول من ضمن البنات اللي عمرهم أقل من 15 سنة اشقد نسبة المتزوجات؟ بعدين يرجع يقول من ضمن البنات اللي عمرهم بين 15 و 25 و 20 اشقد نسبة المتزوجات؟ 18 على 150 306 على 520 186 على 250 170 على 200 190 على 210 بعدين يريد نسبة الحوامل من المتزوجات فرح أجي 1 على 18 70 على 306 63 على 186 إلى آخره بالنسبة للبريغننت فرح نجي 1 على 1 64 على 70 دقيقة 53 على 63 طبعا كلتها في 100% في 100% في 100% في 100% وهكذا حتى نطلع النسبة المئوية فرح أروح هنا مباشرة على ملزمة الحلول حتى ما نطول بها كلش انه أخذ 18 على 150 في 100 وطلعها 12% بعدين أخذ 1 على 18 طلعها 5.55% وبعدين طلعت عدنا 100% وهكذا سواها بكلياتهم بالمجموع بالكامل كل الأعمار وبعدين أخذ المجموع من كل النساء عدد المتزوجات نسبة المتزوجات بهذه القرية إلى كل النساء هو 65% ونسبة الحوامل من المتزوجات هو 22.99% ولهذا شي يمثل لنا هذا يمثل لنا إهاي نفسها اللي حسبناها قبل شوية حلو؟ هذا السؤال بسيط إن شاء الله نيجي على هذا السؤال اللي شوية يحتاجه دقيقة خلي روح هنا شو راح أسوي راح نجيبيت حتى نطلع الورقة مالتنا ونحسب على راحتنا زين شو يقول؟ يقول حسب لي الكوبرج ريت بالأنتي ناتل كير سيرفز إن ديس سنتر بشهر واحد شن هو الكوبرج ريت؟ هو نقدر نقول معدل معدل الاستفادة الصحية للنساء الحوامل بهذا المركز الصحي خلال شهر واحد معدل المستفيدين من كل النساء الحوامل من المركز الصحي من خدمات المركز الصحي يعني شو راح نحتاج؟ أحتاج أجيب عدد النساء اللي زاروا المركز الصحي واللي هو انطانيا 22 مرأة حامل 22 حامل دخلت للمركز الصحي خلال هذا الشهر تمام؟ دقيقة 22 مرأة حامل دخلت للمركز الصحي أقسمها على شنو؟ أقسمها على عدد النساء الحوامل داخل هذه القرية على عدد النساء الحوامل عدد الحوامل داخل القرية في شهر واحد يعني هيا نحاول نطلعه إذا انطانيا عدد النساء الحوامل لا ما انطانيا عدد النساء الحوامل شون انطانيا؟ انطانيا معدل الولادات طلعت 42 مرأة وانطانيا لبريغنانسي وستج ما معنى لبريغنانسي وستج؟ عدد النساء الحوامل يولدون أطفال ميتين او اطفال ديموتون حلو يعني خمسة وعشرين بالمئة اللي ديموتون مثلا خلال اول اسبوع ويلدون اطفال ميتين هما ايضا يعتبرون حوامل ولكن ما يدخلون من ضمن الاطفال العايشين صح زين اذا احنا دراستنا على شنو دراستنا على الاحياء على الامهات الحوامل وليس على الاطفال العايشين زين راح نجي هسا حاليا بس خلي ااخذ المعلومات عدنا البرغنسي ويستيج كان خمسة وعشرين بالمئة خمسة وعشرين بالمئة وعدنا الرجسترت وما اثنين وعشرين ايش هسا خليها بعدين حاليا ناخذ نجي الخطيج حلو خلي نجي نبلش ايش راح نسوي نرجع الى قاعدة او قانون الكرود بيرث ريت الكرود بيرث ريت شي ساوينا يساوينا عدد number of live births عدد الاطفال الولادات الحية تقسيم الميد يير ببيوليشن بالألف حلو حلو اذا نجي نعوض المعلومات اللي عدنا مقابل هذي ايش قد عدنا الكرود بيرث ريت هو اثنين واربعين على ألف حلو يساوينا number of live births ايش قد هو هذا الاكس اللي انا اريد اطلعه انا اريد اعرف عدد الولادات الحية الميد يير ببيوليشن ايش قد نرجع على السؤال انطانه هو ايش قد العدد مالتهم خمسة آلاف اذا راح اجي اقسم على خمسة آلاف خمسة آلاف وعدنا مضروبة طبعا هي في ألف اوكي طبعا ايه هذه الألف من اثنين واربعين بالألف راح تنشعل تمام ليش لانحنا هذا الكرود بيرث ريت هو اثنين واربعين هو الرقم ولكن بالألف هاي نسبة فراح نشيل هاي الألف اللي جوه وتبقى بقطت اثنين واربعين زين اثنين واربعين في خمسة آلاف تقسيم ألف مصحح راح يصير يساوينا معادة الرياضيات اثنين واربعين في خمسة آلاف على ألف اكس صح؟ الـ اكس راح نحولها حتى ينهي اللي احنا نريد نطلع الـ اكس فراح يساوينا اثنين واربعين بالخمسة آلاف تقسيم اكس عفوا اثنين واربعين في خمسة آلاف تقسيم ألف راح اشير الاصفارة مع الاصفارة واثنين واربعين في خمسة اثنين واربعين في خمسة راح اروح للآلة الحاسبة معالتنا اثنين واربعين في خمسة راح يطلع لنا ميتين وعشرة لايف بيرث بيروط بيرير عدد الولادات الحية خلال السنة كان 210 هل هذا عدد الولادات الحية يشكلنا عدد الحوامل لا ليش لأن عندي حوامل جابوا أطفال ميتين وأنا أريد أعرف عدد الحوامل شون رح أعرفه رح نعرفه من خلال التالي دقيقة زين عدنا عدد النساء اللي كانوا حوامل أو نسبة النساء اللي كانوا حوامل وأطفالهم ماتوا 25% عدد النساء اللي كانوا حوامل يعني بما أنه نسبة النساء الحوامل اللي كان اللي أطفالهم ماتوا 25% معنى تنسبة النساء الحوامل اللي أطفالهم عاشوا وش قد 75% صح 75% إذا نجي نعوضها رح نقول 25 25 على 100 أوكي وهاي 75 على 100 صح 25 على 100 يساوينا 75 على 100 يساوينا هو هذا نسبة الولادات الحية نسبة الولادات الحية يعني شنو؟ يعني 210 يعني 210 المتين وعشرة تساوينا 75 بالمية زين نجي نطلع 210 في 100 طرفين في الوسطين تقسيم 75 110 في 100 210 في 100 تقسيم 75 جيد رح يطلع عنا يساوينا ساوينا 280 هذا شي يعني إنه 180 يعني إنه المئة بالمئة يعني كل الأطفال اللي ولده كانوا 180 يعني كل الحوامل كانوا 180 أوكي رح أعيدها لهادي بس يمكنني يعني شوية صارت الدوخ زين نرجع عدد الأطفال الأحياء الولادات الحية 75% هذا 75% عفوا عدد الأطفال الولادات الحية هو 210 تمام الميتين وعشرة هل تاكس لي عدد الحوامل؟ لا وإنما تاكس لي عدد الولادات الحية لأن عندي حوامل ولده وولادات ميتة فأحتاج أعرف أنا عدد الحوامل تمام عدد الحوامل اللي ولده وولادات ميتة أو نسبتهم كانت 25% معناته أنا إذا نجي نعوض عنها بقانون آخر نقول عدد الحوامل بولادات حية زائدا عدد الحوامل بولادات ميتة يساوينا عدد الحوامل الكلي عدد الحوامل الكلي صح؟ عدد الحوامل الكلي اللي هو أنا المطلوب مالتي اللي أريد أطلعه عدد الحوام الكلي هو شي يمثل لنا يعني أي شي من ما دم دم نقول لكلي ما عادتها هو المية بالمية هذا هو المية بالمية شي يساوي لنا يساوي لنا عدد الحوام لبولادات ما يتشغد كان 25% 25% إذن عدد الحوام لبولادات حية شغد 75% أوكي 75% الـ 75% شغد 210 210 فأنا هسه أريد أعرف الـ 75% إذا كانت 75% تساوي لميتين وعشرة إذن 100% ماذا قد تساوي لي هاي نقدر أن نطلع عن طريقة الطرفين في الوسطين شون عن طريقة الطرفين في الوسطين إنه أنا 75 على 100 يساوي لنا 210 على X صح؟ لأن أنا من أريد أطلع النسبة المئوية لأي عدد رح أقسم العدد الجزئي على العدد الكلي وارجع أضربه في 100 فإحنا عدنا العدد الجزئي وريد أطلع العدد الكلي وعندي النسبة يعني لو كانت النسبة مجهولة رح أقسم الجزئي على الكل وأضربه في 100 بما أنه النسبة معلومة فمعنها شنو؟ معنها رأقسم الجزئي على الـ X وارجع أضربه بالنسبة فـ 210 في 100 تقسيم 75 دعنا نروح لحاسبة مالتنا هي أن حسبناها 210 في 100 تقسيم 75 210 في 100 تقسيم 75 ويساوي لنا 280 280 إيش يمثل لنا عدد الحوامل الكلي عدد الحوامل الكلي في السنة 280 per year حلوه هو شي يريد من عندنا؟ يريد خلال الشهر بس قبل ما أطلع أنا حتى أعرف الشون أطلعها خلال الشهر لازم نتذكر شغلة إنه إحنا عندنا الحمل كم شهر من السنة؟ 9 أشهر إذن المرأة ما تكون حامل طول السنة تمام؟ معنات هذا الأول الميتين وثمانين شهر ممثلنا ما يمثل لـ 280 إمرأة وإنه ما يمثل لـ 280 حمل وأنا أشهر أريد أعرف ريدي أعرف الأسماء الأهمة الحمل واللليως الحمل وأني أريد أعرف الأمرأة بوش رح نسوي؟ رح نقسمها أو نضربها بالأحرى علىor النسبة الأشهر اللي المرأة تكون بها حامل شغلة نسبة الأشهر بالنسبة للسنة هي تسعة أشهر راح ناخدها تسعة أشهر قسمها لشقات على 12 اللي هيش تمثلنا تسعة على 12 تمثلنا عدد شهور السنة اللي تكون بها المرأة حامل أو نسبة الوقت اللي تكون بها المرأة حامل إلى نسبة الوقت الكلي فتسعة تقسيم 12 شي يمثلنا 0.75 0.75 هذا راح نضرب شنو 0.75 في 280 0.75 في 280 شي ساوينا 210 ولكن هذه صدفة لا يعني أنه نتجاوز هاي الخطوة لكن هاي لأن الأرقام هنا طلعت عندي مرأة أخرى 210 إذن 210 هو شنو هذا يشي يمثلنا يمثلي عدد عدد الحوامل تمام اللي موجودين خلال الشهر الواحد من كل شهر من شهر السنة عندي 210 حامل كمعدل يعني تمام ممكن تكون بالفيرد ترايمستر ممكن تكون بالسكند ترايمستر ممكن تكون بالثيرد ترايمستر أوكي حلو إحنا نريد نعرف شنو نريد نعرف عدد النساء الحوامل اللي يجون المركز الصحي بالسكند والثيرد ترايمستر يعني بالثلث الثاني والثالث ليش نريد بالثلث الثاني والثالث لأن عادة الثلث الأول يروح والأم والمرأة بعد ما عرفت أنه هي أصلا حامل فأكيد ما راح تجينا على برايمري هيلث كير بأول ترايمستر راح تجينا بالسكند والثيرد تمام فبالتالي طبعا هاي يعني شغلة أغلبية يعني غالبا أو ممكن تروح على طويب اختصاص وبعدين يحولها على مركز صحي على مود المتابعة لأن رعاية الحوامل راح تستقبل هذول الأشخاص فلحنا شغل عدنا عدنا مئتين وعشرة بريغننت بريغننت لكل منث لكل منث أوكي هذول ممكن يكونون فرست سكند ثيرد إذا ريت تطلع السكند والثيرد شرون راح تطلعهم راح تقسمها على ثلاثة ببساطة شديدة مئتين وعشرة تقسيم ثلاثة شر قد راح يطلع عنا راح تطلع عنا سبعين أوكي مات عندي سبعين امرأة حامل بالفيرست رايمستر سبعين بالسكند سبعين بالثيرد سبعين بسبعين حلو هاي بالفيرست هاي بالسكند وهاي بالثيرد أنا أريد السكند والثيرد سبعين زايدا سبعين راح يطلع عدنا مئة وأربعين هذا هو عدد النساء اللي المفروض يزورون المركز الرعاية الصحية حتى ياخذون الرعاية الحوامل خدمة رعاية الحوامل بالنسبة لهذه القرية حلو؟ اش قد طلع عدنا 140 140 راح أرجع وين؟ راح أرجع لهنا وحن اجذكرنا هنا ذكرنا احتاج أقسم الـ 22 اللي هو عدد النساء اللي ديروحون هسا حاليا على عدد الحوامل داخل القرية في شهر واحد اش قد عمد عدد الحوامل بالقرية في شهر واحد 140 إذن راح أقسم 22 على 140 في 100% شوف اش قد راح يطلع عنا 22 22 تقسيم 140 في 100 يطلع عنا 15.7% طبعا هذه النسبة قليلة راح أقول عليها Low Coverage Coverage Rate ش معناها؟ معناها 15% فقط أو 16% فقط من النساء الحوامل ده تروح للمركز الصحي وباقي عندي 85% من النساء الحوامل مدى يجون للمركز الصحي وهذا الوضع تعبان نحتاج نسوي توعية للقرية حتى يجونا بعيد أكثر نروح السحالين للحلول ونشوف الشي نحلها بنفس الطريقة حس طلعنا Coverage Rate اللي هو المشاهد على المتوقع نرجع نضربه في 100 مثل ما قسمناها اللي هو هذا المشاهد 22 بداخل المركز الصحي المتوقع المفروض هو أقل الحوامل يجون اللي هما تطلعوا عدنا بالأخير 140 في 100% يقول إنه حتى أحدد عدد النساء الحوامل بالكامل طلع عنا أولا عدد الولادات الحية بالسنة واللي كان 210 بعدين رجع أضعف علي 25% ما الPregnancy Westage اللي هما اللي سواء حالات الإجهاض أو الموت داخل الرحم أو الولادة الميتة كلتهم طلعهم خلال سنة عن طريق شنو؟ عن طريق نفس الطريقة 210 في 100 على 75 طلع عنا 280 بعدين رادي عرفش قد أكو بريغنانسي بكل شهر على أساس إنه إحنا عدنا 9 على 12 9 أشهر فقط هما الأشخاص يعني الحمل 9 أشهر من أصل 12 شهر طلع عنا 210 بعدين رجع أخذ من 210 اللي يكونوا بال second وال third trimester عن طريقة نضربها في ثلثين هنش سوينا هنا هنه قسمناها على ثلاثة رجعت جمعت عادي يصير هاي الطريقة كذلك بعدين طلع عندوش قد 140 جاء قسم من 22 على 142 غلط طبعا هي هذه هي 140 140 يطلع ل 15.7 هنش قد طلعناها 15.7 طبعا هنا بالحاسبة يمي قسمت على قسمت على 140 خلني شوف إذا يقسم على الرقم ما لوتوش قد يطلع اش قد هو الرقم اللي قسموا 22 تقسيم 142 في 100 لو هو استخدم الـ 142 مثل ما كاتب هنا كان المفروض يطلع عندو 15.5 إذن بما لو طلع عندو 15.7 معتا هو يعني اللي سوى وملزمت الحلول متوهمين هنا بهذا الرقم الاثنين هو 140 أوكي على حسب الحاسبة مثل ما دا تقول زين هذا السؤال شوية كان بيه له فنوعا ما طولنا به ولكن يعني هي طبعا الأسئلة التمارين اللي راح ناخذها هاسه بالمحاضرات القادمة والمختبرات القادمة هي أكثر شي اللي يتكرر بالسنوات يعني بالأسئلة ما الامتحانات تمام؟ لأن بها عدة فروع بها عدة شغلات رياضية وبها شغلات شوية نظرية لأن الامتحان طبعا يجي بيه شغلات نظرية وشغلات عملية نجي على هذا السؤال الثاني يقول قيسنا الـ coverage rate of zero dose oral poliomyelitis vaccine in infants in al-sharki primary health care center in musul بشهر جون شهر سارة 2017 إذا أنت عرفت التالي شي يريد؟ يريد نحدد الـ coverage rate عدد المستفيدين من الخدمة الصحية اللي هي شنه الخدمة الصحية؟ zero dose oral poliomyelitis zero dose إيش وقت تنعطي؟ تنعطي أول ما ينولد الطفل تمام؟ أول ما ينولد الطفل ننطي هاي zero dose حلو؟ زين فيقول إنه نطينا zero dose إيش قد؟ الأشخاص يعني هل إنه هذا المركز الصحي؟ دي ينطي لكل الأطفال لو ما دي ينطي؟ فأمطانا معلومات التآتية عدد الأطفال اللي استلموا اللقاح كان 239 طبعا إحنا شن راح نحسب الـ coverage rate؟ نحسب نقسم عدد الأطفال عدد الأطفال المستلمين للقاح للقاح على عدد الأطفال الكلي طبعا بهاي الحالة من هم الأطفال اللي نريد نحسبهم؟ هم الأطفال اللي عمرهم يوم واحد أو حتى ممكن نقدر نقول أسبوع واحد يعني هي الولادات الحية نطينا عدد الأطفال المستلمين للقاح 239 نريد عدد الأطفال الكلي ما نطينا عدد الأطفال الكلي بس شن نطينا؟ نطينا أنه هذا المركز المفروض يغطي لي 79500 شخص شخص catchment area طبعا هذا 7500 شخص يعني أشخاص كبار بالسن وأطفال ونساء ورجال إلى آخرين نطينا الكرود بيرث ريت 40 على ألف ونطينا الكرود ديث ريت 5 على ألف ونطينا الإنفنتال مورتاليتي ريت 60 على ألف ونطينا الإنفنتال مورتاليتي ريت 105 على ألف بيرث هنا شوية شي شو سوى طبعا هذا السؤال نطينا شغلات متفيدنا شنو هي الشغلات المتفيدنا؟ نحن نريد نحسب عدد الأطفال الكلي وهذا عدد الأطفال الكلي هم اللي عمرهم بأول أسبوع فأنا ما رح أستفاد من عدد الوفيات للأطفال اللي عمرهم أقل من خمس سنوات لأن هم لازم ماخذين الفاكسين حتى لو كان عمره أقل من خمس سنوات يعني واحد ماتوا عمره سنتين ما أخذ الفاكسين وما ما أخذوه هو أصلاً فاكسين لازم يأخذوه وهو عمره شهر واحد أو عمره أسبوع بالأحرى انطاني الإنفنتال مورتاليتي ريت وهما رح أستفاد منه اللي هو شنو؟ اللي هو عدد الوفيات عند الأطفال اللي عمرهم سنة يعني سنة وأقل هذا هما رح أحتاجه لأن مثلاً واحد عمره شهرين مات رح يأثر على الفاكسين؟ لا لأنه حتى لو عمره شهرين مات فهو أيضاً ما أخذ الفاكسين ونطاني الكروود ديث ريت اللي هو عدد الوفيات بالمجتمع عدد الوفيات بالمجتمع يعني ذولة الكبار وصغار وهذا هم منه ما يهمني لأنه نحتاج الأطفال ما أحتاج الكبار بالسن أوكي؟ فشن رح نحسبه لعد؟ رح نحسبه من الكروود بيرث ويت فقط الكروود بيرث ويت الكروود بيرث ريت نرجع مرة ثانية للورقة مالتنا ونشوف القانون مالتنا مالقابل شويه شنو كان؟ سي بي آر يساوينا عدد اللايف بيرث على الميدير بوبيوليشن في ألف صح؟ سي بي آر شقد انطانيه هو؟ طانيه ستين هكتبوه هنا ستين خلينا غير القلم حتى نتفرق ستين انطانيه صح؟ يساوينا عدد النامبر اف لايف بيرث هو اللي يريد أحسبوه فهو الأكس الميدير بوبيوليشن يشقد انطانيه تسعة واربعة تسعة وسبعين ألف وخمسمية صح؟ نرجع في ألف نعوض تتحول يصير عندي ستين في تسعة وسبعين ألف وخمسمية على شقد؟ على ألف صح؟ واللي هو رح يساوينا الأكس اللي احنا نريده نروح للآلة الحاسبة معلتنا ستين في تسعة وسبعين ألف وخمسمية بادئين نرجع نقسم على ألف يطلعنا أربعمية أربع عفونا أربعة آلاف أربعة آلاف وسبعمائة وسبعين طفل حسنا بمعنى هو راد شنو؟ راد خلال شهر واحد راد خلال جون راد خلال شهر واحد وإحنا طلعنا الولادات بالسنة الكاملة اوه لحظة دقيقة هنا الـ سي بي آر هو أربعين أربعين دقيقة لك نرجع هنا عندي نقلت الأرقام لغلط أربعين معنات الرقم نروح على الحاسبة مالتنا أربعين نروح للحاسبة دقيقة أربعين أربعين في تسعة وسبعين ألف وخمسمية تقسيم ألف يطلعنا 3,180 3,180 3,180 هاي شنو؟ أنا أريد خلال شهر واحد راح قسم 3,180 على 12 اللحظة أنه هنا قسمناه مباشرة على 12 بمثل الحوامل ليش؟ لأن الحوامل يكون كل امرأة حاملة تكون موجودة تسعة أشهر فقط ولكن الطفل يكون موجود خلال السنة بالكامل في 1,180 تقسيم أطنعش راح يطلعن 225 صح؟ زين نجي على ال 265 شقد العدد الأطفال المستلومين للوقاح 239 شقد العدد الأطفال الكلي 265 239 رحظة 239 تقسيم 265 شقد يساوينا يطلعنا 90.18 حلو؟ بالمئة وهذا هاي كفيرج ريت هاي كفيرج درجة اولى طبعا هذا المركز الصحيدي يشتغل كل شغل كل جزين شوف الحلول هنا شون سوان الحلول حسب ان كذلك التوتل بيرتريت طلع في 1180 قسم على 12 طلع 1250 وطلع عنا الكفيرج ريت اللي هو 90.18 تمام اذا هذا هو الحل مل هذا السؤال ونوعا ما هذا السؤال احلى ابسط مو مثل السؤال اللي قبل شوية كان بيه صعوبة بس اعتقد انا حتى السؤال اللي قبله بعد ما توضحت الفكرة يعني بسيط وطبعا هاي الاسئلة هنا مثلا هذا السؤال والاسئلة القادمة من الاختبارات من الاسئلة المتوقعة انه تجي اوكي يعني اسئلة مهمة ومهم ان واحد يحلها ويضبط الوضع مالتها هذا هو الاسكورنك سيستم ما الو ايج او اللي حسبنا عليه وهذا التكملة مالتو وهذا بهذا يكون خلاصة من الاكسرسايز الثاني ونجي على الاكسرسايز الثالث يقول فد شخص فاحص انفستيجيتر جمع سبعين حالة من حالات الكساح بسبب التغذية بسبب سوء التغذية عند الاطفال اللي عمرهم اقل من سنتين اوكي وين بمستشفى الخنساء للنساء والاطفال مستشفى الخنساء التعليمي طبعا هناك كتب انفانت وهناك كتب اقل من سنتين والانفانت هو من تعريف الانفانت انه عمره اقل من سنة فانها هي شرارة لغوية خاطئة زين عموما شو وقت هاي صارت صارت خلال سنة 1998 هذول الاطفال درسهم بالنسبة لشنو بالنسبة لعمرهم جنس مالتهم طريقة اكلهم والمين كلينيكي لبريزنتيشنز يعني هما كلهم سبعين حالة من حالات الكساح شاف الاعمار المختلفة الاجناس المختلفة ذكور واناث طريقة اكلهم هل دا يأكلون اكل طبيعي دا يأكلون يعني رضاعة من الحليب بلشوا يأكلون اكل الاهل وشون جونا للمستشفى اوكي هذا عنوان الدراسة وبلش ويانا بالاسئلة اولا define rickets تعرفنا rickets فان راح نروح مباشرة للملزمة الحلول يقول انه rickets هو فشل فشل تزويد العظام اللي دا تنمو بالمانيرالز يعني بالمعادن او بالكالسيوم تحديدا تمام فبالتالي راح يطلع عدنا عظام ما بها مانيرالز كافية السبب الرئيسي ما الكساح هو نقص بفايتامين دي اما نتيجة ل اما نتيجة عدم التعارض الكافي لاشعات الشمس ومثل ما تعرفوا احنا اشعات الشمس تساعدنا بتصنيع فيتامين دي او المريض in adequate intake of vitamin D or both المريض مدى ياكل فيتامين دي وما ياخذ فيتامين دي بشكل جيد او كافي او لاثنين سوى هو مدى ياكل زين وبنفس الوقت ما يتعرض الاشعات للشمس بس شنو ننتبه لشغلة ان growing bones يعني نقص الفيتامين دي عند الشخص اللي العظام مالته نمت بالكامل بعد البلوغ هذا ما يصير عند الركتس يصير عنده مرض اخر مهمة حاليا زين سألنا شنو هي نوع الدراسة بما ان الدراسة تضمنت ان كيسات فقط يعني فقط حالات مرضية سبعين كيس فنحنسميها كيس سيريس كيس سيريس كيس سيريس استدي اللي هي يترسم بها مجموعة من الحالات سلسلة من الحالات زين اقول هاي الدراسة نستخدمها كدراسة وصفية لو دراسة تحليلية لاغراض وصفية لاغراض تحليلية طبعا لاغراض وصفية ليش ما اعتبرناها لاغراض تحليلية يجاوبنا ويقول انه احنا الاغراض من هذه الدراسة هو لوصف يعني انا عندي مرض الكساح اريد اعرف شو ممكن يجينا شنه هي طرق المجيء هذا المريض الى العيادة شنه هي الاعراض ما لته بالاضافة الى طرق علاجية جديدة عند هذول الاشخاص فبالتالي الكيس سيريس تشير لنا شنه الى مجموعة من الحالات اللي عدهم نفس المرض تمام و تسكرايبين امبورن الكليكال اسبكت من خلال وصف المظاهر السريرية المهمة لكن شنه ما عدنا مقارنة بما انه ما عدنا مقارنة ما راح نقدر نسوي تحاليل تمام وحنش ذكرنا بالمحاضرة السابقة ذكرنا انه الشغلة اساسية من شغلات الدراسة الوبائية فبالتالي يرجع يقول انه هذا الكيس سيريس هي من الممكن انه من جانب ما نعتبرها انه هي دراسة غير يعني ما تتخلض من الدراسات الوبائية ليش لان ما اكون مقارنة فيقول الكيس سيريس هي الطريق السريري حتى اعرف واتعرف على الامراض شنو اتعرف على مرضى الريكت من الخلال انه اشوف اكبر كمية من مرضى الريكت كذلك لتكوين الفرضيات يعني مثلا انا شفت 70 حالة من حالات الريكت راح يكون عندي مثلا منفة فرضية اقول انه يمكن كل مرض عنده ركت عنده تقوص برجليه بعدين راح نرجع نسوي دراسة تحليلية اللي احتاج بها مقارنات حتى اتأكد هل الفرضية مالتي صحيحة او خاطئة تمام هاي الدراسات يقول not epidemiologic in the sense that they have no explicit comparison group or population reference ما عدنا population at risk ما عدنا مقارنات فنوعا ما ممكن نعتبرها انه هي بعيدة عن الدراسات الابديميولوجية او الدراسات الوبائية ولكن طبعا احنا هي تدخل ضمن الابديميولوجي او ديقول هاي الشرر ليش اساسية حتى انا اوسع منظوري لهذا المرض من اجي اقول مثلا مرض الركت ما العلاقة بالقحة معنات انه انا شايف حالات عدد من الحالات كبير جدا وما صاير عدهم قحة حتى اقدر اقول هالشي اذا جد حالة وطلع عدها قحة وذكرنا انه سببها الركت معناتها انتفت الفرضية مالتي طبعا هاي بس كمثال يعني انه ما اكو علاقة بين القحة والركت ما ساوا هذه الدراسة او الشغلات السلبية بالدراسة انه ما عندي مقارنة no control comparison والcontrol نقصد بها الاشخاص الغير المصابين اشخاص سليمين بالاضافة انه هي don't represent the total picture of disease in the community يعني هي ما توضح لي هل انه انا بهذا المجتمع عندي كم حالة من الركت اشقد نسبة انتشار الركت مثلا المجتمع الموصل هل يقدر يعرف من خلال هاي الدراسة اللي الدراسة مالته وين الدراسة مالته دقيقة لا اهنا الدراسة مالته تمت على 70 حالة لا مرح يقدر يعرف ليش مرح يقدر يعرف لانه هو ما يعرف جد ال population at risk ما فحص المجتمع بالكامل وانما اعتمد على الحالات اللي تجي للمستشفى اوكي هذا اللي سوى الدراسة طبعا هاي نحتاجها يعني هو كل جميع نواع الدراسات بيها فوائد ومضارة تفين عدنا هاي فوائد مالتها زين اش طلعت بالنتائج شاف انه نسبة يعني 12 واحد كان عمرهم اقل من 12 سنة 24 بين 12 و 18 36 بين 18 وال 24 الذكور 40 الاناث 30 طريقة الغذاء اكو اللي ياكلون فقط يعني فقط على الرضاعة متبنية على الرضاعة الطبيعية كانوا 61 خمسة على البوتول فيدينج خمسة عشر واحد كانوا مشترك ما بين الرضاعة الطبيعية ورضاعة البوتول واثنين فقط ياكلون الادلت دايت نفسها زين هناكو شغلة طبعا كو خلل بالرقم طبعا هذا مع المكست يقول 15 مكست اذا جمعنا الخمسة عشر مع الستين رح يطلع خمسة وسبعين بينما عينت الدراسة كلتها سبعين حالة انها حتى الدراسة رقامها غلط اموما شافوا انه يجونها ببرونكونيمونيا ذات الرئاسة الطعش حالة اللي يجونها بقاسترونترايتس يعني التهاب معيدة وامعة 14 حالة اللي يجونها بتقوص الرجلين عشرة واثمانة يجونها بتأخر بالمشي اوكي واكو بعد طبعا هذا المجموعهم اذا مجموعهم ما يطلع سبعين ما تأكو حالات اخرى اجتنا لأسباب اخرى يسألنا سؤال يقول يقدر الفاحص او اللي سوى هاي الدراسة يستنتج هل مرض الكساح هو شائع لو غير شائع بالمجتمع يعني شائع وغير شائع affecting the infant in this age بهذا العمر هل هو شائع وغير شائع بهذا العمر وهل هذه الدراسة لوحدها كافية حتى تنطينا الصورة الكاملة للمرض ويف نط how this can be done اكيد لا ليش لا لانه هو بس اشتغل على الكيسات اللي يجدتهم مثل ما ذكرنا قبل شوية فيقول هذه هي الدراسة صارت فقط على المستشفى لان الكيس are liable for selection bias عندي تحيز للاختيار تحيز اختياري بهذه الدراسة ليش منين اجه هذا التحيز اجه من انه انا فقط ده اشوف كيسات محددة في مكان محدد في مده زمنية محددة يعني ممكن مريض من مدينة الموصل عندك وساحما يروح للمستشفى الخنساء يروح للمستشفى ابن الاثير فهذا راح يسقط مني واحق يشكل لي سبب لخطأ الدراسة كذلك يقول ان الفاحص شون اش يحتاج يحتاج identify the complete picture of disease in community اش يحتاج يحتاج انه يعرف انه mild moderate ومنه severe بينما اللي يجونا لهاي المستشفى ممكن فقط اجونا severe يمكن فقط اجونا moderate ما اجونا mild ما يحتاج ان يدخلون كذلك ش نحتاج نحتاج community based study يعني هاي كانت hospital based study ما تكفينا نحتاج community based study اقدر incidence rate of disease وقدر prevalence وكل هاي الفحوصات اقدر افحصها على حسب appropriate denominator على حسب المقام الصحيح اللي هو شي يمثلنا المقام الصحيح عفوا شي يمثلنا يمثلنا population population at risk حلو هاي هي الشرات اللي احتاجها حتى احدد بالكامل السؤال الاخير يقول شنو معنى ecological study وشنو معنى ecological policy المغالطة البيئية والدراسة البيئية الدراسة البيئية هي احد descriptive studies واحدة من الدراسات الوصفية كذلك اللي تجينا من وين من هنا ادرس population بشكل عام ادرس مجتمع كامل على مستوى المجتمع بدون ما انزل الافراد تمام يعني ما رح اروح اسأل فرد فرد وانما ادرس المجتمع بالكامل فهاي الدراسات جاي من population وليس individual persons مو من الافراد فبالتالي المعلومات could be derived from national surveys or other source of information يعني من الممكن انه يجي مثلا نحنا نسا بالعراق على غفل مثلا وزارة الصحة تبدأ تنشر استبيانات على مودة تسوي دراسة لانتشار التدخين مثلا وعلى حسب الناس اللي سووها يسوون تعميم للاستبيانات ويعرفون شنو هاي تعتبر ecological study تعكس لي المجتمع بالكامل ولا تعكس لي الافراد وعلى سبيل المثال ينطينا هذا المثال الواضح جدا يكون شافوا انه في سنة من السنوات كان عدد المدخنين في احدى المدن بال1945 عدد المدخنين مثلا بندنة الموصل كان 1500 مدخن او 1500 ججارة لكل شخص بالسنة 1500 ججارة 1500 ججارة بالسنة لكل شخص 1500 per capita per year لكل شخص لكل سنة مش معناها معناها انا كل شخص بهذه المدينة يدخن 1500 ججارة صحيح هذا الشي لا غلط ليش ان هي هاي الدراسة صارت على اساس البيئة المجتمع بالكامل عندنا كثير ناس ما يدخنون تمام شافوا انه بعد عشرين سنة صعدت من 1500 الى 3500 هذا ما يعني انه كل شخص بهذه المدينة هو مدخن تمام لان هاش حسبنا حسبنا المجموع الكل للسكار التي تم تدخينها رجع قسمها على مجموع السكان يعني اذا نجي نختصر الفكرة بشكل ابسط فلنفترض احنا عندنا عائلة داخل عندي عائلة مكونة من خمسة افراد عائلة مكونة من خمسة افراد وفلنفترض انه احنا هاي العائلة هاي العائلة بها اثنين مدخنين وثلاثة ما يدخنون الاثنين المدخنين واحد يدخن عشرين سيجارت سيجارت بير دي والثاني يدخن عشر سيجارت بير دي حلو زين اجي واحد مثلا في يوم من اليوم وقال اريد اعرف هاي العائلة اش قد يدخنون بالشهر ش راح يسوي راح يجي يحسب عدد عدد السكائر اللي تطلع سلة المهملات ما لاتهم فخليني يجي نحسب اش قد باليوم خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين باليوم مجموع الاخوين سيجارت خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين في جئت خلال شهر كامل اذا اعنا خمسة وثلاثين باليوم فخمسة وثلاثين في ثلاثين اللي هي ثلاثين يطلع الف وخمسين الف وخمسين ججارة باليوم ش راح يجي يقول انه ترى هذا البيت يدخنون الف و خمسين جيجارة سيجارة فير منث هل لي صح انه احنا نجي نقول معناته مادم هما يدخنون الف و خمسمية جيجارة أرجي أقسم الف و خمسمية على خمسة الف و خمسمية تقسيم خمسة وأقول كل فرد من أفراد العائلة يدخم ميتين و عشرة جيجارة بالشهر أرجع أقسمي ميتين و عشرة تقسيم ثلاثين يطلع لي سبعة أقول كل واحد من أفراد العائلة يدخن سبع جيجارات باليوم احنا طبعا نشغلنا رياضيا نشتغل صحيح ولكن هذا الكلام كله خاطئ ليش خاطئ؟ لأنه عندي فقط اثنين يدخنون أنا فقط اثنين يدخنون ما يصر أرجع أوزع حسابات مالتي على كل الأشخاص اللي موجودين داخل هذا البيت هاي نسميها الإيكولوجيكال المغالطة البيئية فيقول هذا النوع من الدراسات يعتمد على العلاقة والارتباط ما بين حادث معين وحدوث المرض فمثلا عندنا الحادث هو مثلا تدخين السكائر والمرض هو سرطان الرئة إما تكون علاقة إيجابية معنى التدخين اللي هو علاقة بالسرطان أو سلبية معنى التدخين التدخين يحمي من السرطان أو ما أكو أي علاقة بين الاثنين يعني إيجابية معنى تدخين يسبب السرطان سلبية معنى تدخين يحمي من السرطان ما أكو علاقة دخن أو ما دخن ما أكو فرق يعني السلبية شنو معناها؟ معناها إذا دخن ما راح يصنع عنده سرطان إذا ما دخن راح يصنع عنده سرطان هاي فكرة السلبية أوكي طبعا هذا كمثال السرطان يعني مثال وهي تنطبق على أي شيء يقول إنه الملاحظات اللي سويناها على مستوى المجتمع والبيانات اللي حصلناها من خلال هاي الطريقة لازم تنطينا additional caution لازم أحذر من خلاله خلال الترجمة فعلى سبيل المثال سرطان القولون معدلاته أعلى بالدول المتطورة يأكلون كميات أعلى من اللحوم فقالوا إنه هاي العلاقة تعنينا أو تقترحنا إنه أكو فتشغلة تربط ما بين أكل اللحوم وتكوين السرطان وعلى سبيل المثال شنو قالوا قالوا الدهون المشبعة إنه المريض بالدول المتطورة يأكلون دهون أكثر فديسرعتهم سرطان مما القولون أكثر إذا جان الباحث واستنتج من خلال هاي الدراسة فقط أنه الزيادة من أكل اللحوم يأكلنا إلى سرطان القولون فهاي هي المغالطة البيئية ecological policy ليش؟ لأن استثنى كل العوامل الأخرى المؤثرة إحنا دائماً شو نحتاج؟ نحتاج ناخذ أكبر كمية من العوامل ونسوي لها تحييد تحييد العوامل نحتاج إنه أخذ عينة من نفس العمر عينة من نفس الظروف عينة من نفس الأكل ممكن أوكي؟ فالعوامل الأخرى التي may also contribute to the colon cancer ما أخذها في هاي الدراسة فشو ممكن أنا أتأكد إنه اللحم لها علاقة بالسرطان؟ فقط من خلال analytic study later on يعني هذه ecological study قالت إنه إنه أكو علاقة بين اللحوم والcolon cancer أكو علاقة سين هل العلاقة هاي فعلاً موجودة؟ لو ما موجودة؟ هل إنه هي العلاقة سببية لو غير سببية؟ هل إنه الأكل اللحوم يزيدنا من احتمالة السرطان فعلاً؟ لو ما يزيدنا وإنه إحنا فقط ده أغلط كل يتهيئ عن طريق دراسة تحليلية أخرى وبعدي نسويها فبالتالي الدراسات البيئية تنطينا فد انطباع أو إشارة عامة إنه أكو احتمالية أكو احتمالية إنه احتمالية للعلاقة بين فد عامل ومرض معين تمام؟ وهي الدراسة ما بها مجاميع للمقارنة أوكي؟ هذا هو الفرق ما بين الدراسات البيئية والدراسات الأخرى طبعاً دراسة تلبيئية تكون نوعاً ما يعني فتشغلات بداية وما نعتمد عليها بكثرة رجعي يسألنا سؤال قول شن الفرق ما بين الهسبيتال بيست والكميوتي بيست السترديس شن الفرق ما بين الدراسة اللي نقوم بها بالمستشفى والدراسة اللي نقوم بها بالمجتمع طبعاً الكميوتي بيست الدراسة اللي نقوم بها بالمجتمع رح تشتمل على جنرال سيرفيز and studies concerning general population of all its structure يعني أنا بالمجتمع رح أدرس المجتمع بكل تراكيبه الذكور والإناث من جميع الأعمار different social background طبقات مجتمع اجتماعية مختلفة وتنوع هائل بينما بالمستشفى رح أدرس فقط البيانات رح تكون فقط من الأمراض من المرضى about diseases only فقط على المرضى بكل أشكالهم بالإضافة إلى أنه بكل أشكالها طبعاً يعني بكل أشكال المستشفيات سواء المستشفى العام أو المستشفى التعليمي أو المستشفى الخاص أو المراكز الصحية أو العيادات أو what so ever كلتهم هدول يتعاملون مع المرضى وما يتعاملون مع المجتمع الحقيقي المجتمع الحقيقي بين ناس أصيحاء أكثر من المرضى هذا الوضع يعني الطبيعي بالعادة صح؟ فبالتالي أنا ما يصير أختزل المجتمع كله بمجموعة من المرضى حتى لو كان عدد المرضى خمسة آلاف مريض أوكي فهذا الفرق بين دراسات على مستوى المستشفى والدراسات على مستوى المجتمع الدراسات على مستوى المجتمع تكون أكبر وهنا يجي يسوينا مقارنة من خلال جدول ما بين الدراسات على مستوى المستشفى والدراسات على مستوى المجتمع الدراسات على مستوى المستشفى أنه حالات المرضى فقط اللي إحنا دي نشوف فقط المرضى بينما هنه راح نشوف كل الناس المرضى والاصحاء هنه بالمستشفى راح نشوف الحالات فقط المودريت ان سيفير كونيكال فيتشيرز ار ادمينت توهسبيتال يعني اللي يدخلون المستشفى هم فقط الحالات المتوسطة والخطيرة فبالتالي هذولا ما يشكلون او ما يكونون ممثلين للجنرال بيتشير اف ديزي ان ذا بيوليشن يعني ممكن يكون مثلا عندي مرض الضغط يجون فقط الحالات الخطيرة زين الحالات الخفيفة ما راح تجيني فانا هل من الصحيح انه اقول مرض الضغط هو فلانشي 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 بالاعتماد فقط على الاعراض الخطيرة لا عندي اعراض خفيفة بس ما موجودة بالمستشفى احتاج ادرسها بالكوميونيتي لانا راح ادرس كل درجات المرض وكل مراحله المايلد والمودريت والسيفير الاكيوت والكرونيك السيرف الميتد والبروغرسيف الى اخره كل الامراض ممكن اقدر ادرسها بلا هسبتال بيست المقام ماليتي ما كليش واضح من هما مرضة pesıma الدرجات المستشفى يعني من هما المرضات كله them زي انه اذا هما المرضى كلهما ما هو انا د axis المرضى فعني الوضع مووzus واضح كلش Sultanahashppanahjpass called Somebody Well Defined Denominator ععدد السكان غالبا راح يكون ععد準備 الساعدة الرجال وطسو سافر الـ prevalence rate cannot be calculated بما انه انا معم عندي denominator فما راح اقدر احسب ال prevalence rate بينما هنا بما انه عندي denominator اى اقدر احسب ال prevalence اقدر احسب ال incidence إشما قريد ادرس احدرس احسب احسب الكفاءة الفحوصات التشخيصية بالمستشفى أفضل لأننا المستشفى مزودة بالفحوصات كاملة بينها بالمجتمع تكون لا لأننا من أحتاج أسوي دراسة على مستوى المجتمع راح أفتروا شايل بيد الفحوصات أو الأدوات اللي أسوي بها الفحوصات فنوعا ما راح يكون الوضع أصعب فالفحوصات والأدوات اللي راح أستخدمها تكون أدوات بداية أكثر منها بالمستشفى التسجيلات بالمستشفى ما مصممة للبحوث فبالتالي ممكن ما تكون مفهومة أو ممكن تكون مفقودة من أجي أريد أسوي بحث بينما من أجي أنا أريد أسوي دراسة على مستوى المجتمع فهو أنا أصلا البيانات دا أجمعها على موضة البحوث فأكيد راح تكون واضحة ونافعة وجيدة وتكون دقيقة ليش لأنا دا نحصلها من خلال المقابلات مع الأشخاص بالنسبة للدراسات على مستوى المستشفى ما راح يكون استخدامها كلش قوي بالخطة الصحية بالمقابل الدراسات على مستوى المجتمع راح form the baseline data for health services planning programs كلش راح تفيدنا على التخطيط للخدمات الصحية اللي ممكن أقدمها للمجتمع أوكي الهوسبتال بيس تكون سهلة ما تحتاج فلوس كثير وكويك ما تحتاج وقت بينما على مستوى المجتمع الأصعب ومصاريفها أكثر وتحتاج وقت أكبر يعني باعتبارنا نحن راح ننزل للمجتمع ونسأل فرد فرد تقريبا أو نوزع للسبيانات مالتنا هذا بما يخص المختبر أو الأكسرسايس الثالث نجي على الأكسرسايس الرابع وهذا شوي يحتاج يعني تركيز وبفكرة يعني ممكن شوي يكون بصعوبة وأعتقد هذا جنب بالمجتمع المرحلة الرابعة جانا سؤال من هذا النوع نوع الأكسرسايس الرابع يقول في الدراسة صارت أيضا مستشفى الخنساء مرة أخرى حتى يشوفون التأثير أو العلاقة ما بين البرست فيدينج والـ UTI التهاب المجاري عند الأطفال ما بين الرضاعة الطبيعية والـ UTI اللي يدرسون بها خصوصا شنو الخصائص الحماية يعني الوقائية أو أنه هل الرضاعة الطبيعية تحمي من التهاب المجاري فهي صارت بالـ 2001 ومستشفى الخنساء جابوا مجموعتين من الأطفال المجموعة الأولى 154 طفل عمرهم أقل من سنتين دخلوا المستشفى عندهم أعراض symptoms and signs اللي عندهم شنو UTI خلال فترة الدراسة مثلا فترة الدراسة كانت سنة 2001 هاي تمت على مدار 6 أشهر من 2001 المجموعة الثانية كان عددهم 154 طفل نفس العمر نفس الأعمار يعني أعمارهم أقل من سنتين نفس الجنس يعني مثلا لو كان عندي بالـ 154 طفل الأول المصابين سبعين سبعين فيميل واربع وثمانين فيميل أيضا بالمجموعة الثانية سبعين فيميل واربع وثمانين فيميل نفس العدد بنسبة للجنس مالتهم صحيح نفس المستشفى ما راح على مستشفى آخر وما كان عدهم التهاب المجاري وإنما دخلوا لأي سبب كان فردنا نسوي لهم ندخلهم بهذه الدراسة مالتنا واعتبرناهم الكونترول ما معنى الكونترول؟ معنى هالأشخاص اللي معدهم المرض اللي أنا أريد أدرسه هس حاليا أوكي زيين أخذوا المعلومات العامة من هذول المجموعتين أخذوها من آباء المجموعتين الاثنين وأخذوا من عدهم العمر والجنس وطريقة التغذية هل أنهم يأكلون عن طريق الرضاعة الطبيعية لو عن طريق الحليب القواطي لو عن طريق الممية لو يعني حليب قواطي مع الرضاعة الطبيعية وسؤلوا كذلك على الخيتان لأنهمين أرادوا نفس الدراسة يعني سووا وسووا خليوا يشوفون علاقة الخيتان بالـ UTI تشخيص الـ UTI وصيت على الـ General Yone Examination شنو يعني شخصنا هذول لعدهم التهاب مجاري عن طريق فحص الإدرار General Yone Examination زراعة الإدرار Yone and Culture و Sonar Ultrasound للابدومن Abdominal Ultrasound Examination شنو هو نوع الدراسة بما أنه أنا عندي مجموعتين عندي كيس و كنترول بما أنه عندي كيس حالات من الـ UTI وعندي أشخاص معدهم الحالات ولكن هم ضمنتهم بالدراسة ش راح نسميها هذه الـ Study راح نسميها Case Control Study من اسمها يعني من الوصف ماتها راح نعرفها كيس كونترول Study ليش؟ لأن أنا عندي كيس اللي هم الأشخاص اللي عندهم UTI والكونترول الأشخاص اللي معدهم UTI شنو اللي نحاول نسوي إحنا في هذه الدراسة تحييد الأسباب تحييد العوامل جبنا أشخاص من نفس العمر من نفس الفئة العمرية من نفس الفئة الجنسية من نفس المستشفى وحاولنا بنفس الفحوصات نسوي للاثنين وقسمناهم إلى مجموعتين مجموعة عدهم UTI cases مجموعة مع عدهم UTI تمام وراح نشوف الشر نقسم Construct a diagram to represent this study design خلي راح نرسم هذا الرسم حتى توضع الفكرة أكثر شو سوينا جينا على 200 لا شقد هو على الأطفال 154 154 154 جبنا 308 أطفال قسمناهم إلى قسمين بالأساس إلى شنو؟ بالأساس إلى وجود ال-UTI فهنا راح أكتب UTI positive وهنا راح أكتب UTI negative حلو؟ زين ال-UTI positive كانوا 154 شخص وهنا 154 شخص كذلك صح؟ صح هذولا ال-UTI positive راح أقسمهم إلى مجموعتين كذلك هقسمونا مجموعتين بالأساس إلى شنو؟ شنو لدينا ندرس أن ندرس علاقة الرضاعة وعلاقة الختان بالنسبة لعلاقة الرضاعة فرح نقول هنا على هذولا breast breast feed وهنا راح أسميهم bottle feed حلو؟ وهذولا أيضا راح أقسمهم إلى قسمين حتى اللي معدهم UTI breast feed وبottle feed حلو؟ بعد ما قسمناهم راح نسوي المقارنات ونطلع بالدراسة ونشوفها لأنه أكو علاقة بين breast feeding و UTI لو ما أكو علاقة ونفس الطريقة أقسم المجموعة إلى تقاسم ثانية فمثلا راح نقسمهم إلى circumcision circumscribed circum circum لحظة circumcision positive circumcision negative وهنا positive وهنا negative هذه هي طريقة التقسيم هاي المجموعة إلى المرضى صح؟ هاي هي case study هنا راح أكتب هاي طريقة case control عفوا case control study تمام إذا نرجي نطلع بقاعدة كلية يعني أطلع بقاعدة كلية تخص الدراسة بغض النظر عن المرضى هل cases case control صح؟ راح أقسمها إلى قسمين disease present disease absent راح أرجع أقسم هذه إلى قسمين risk factor present risk factor absent تمام وهذه كذلك راح أرجع أقسمها إلى قسمين دقيقة هذه أيضا قسمناها إلى risk factors قسمناها كذلك حلو زين هاي قسمناها إضا risk factor present risk factor absent إذا نجي نحول نعوض عن الأسماء بالUTI فهنا شراح نسميها هنا case control get 308 قسمناها إلى disease present UTI present UTI absent صح؟ وهنا risk factor present risk factor bottle feeding bottle feed و bottle feed وهنا risk factor absent breast feeding breast feed و risk factor present bottle feed bottle feed risk factor absent breast feed feed هذا قسمناها بهذه الطريقة هذا هو الـ diagram أو المخطط لهذه الدراسة قالنا ابني diagram اللي يمثلنا هاي الدراسة هو هذا الـ diagram طبعاً يا diagram منهم عفواً لا دقيقة أيوه هذا الـ diagram اللي جوه بدون أسماء صح؟ بعدين رجعت أنا مباشرة خليت عليها الأسماء بلي بدين رسمناها هالشكل حتى توضح الفكرة وبعدين هنا من خلينا الأسماء هي نفس الفكرة رجع قال شنو هي المعايير اللي اخترنا من خلال السيكند جروب الـ controls طبعاً المعايير مالتنا كانت مشابهة السيكند مع الفيرست يعني مشابهتهم من ناحية العمر من ناحية الجنس من ناحية الـ breastfeeding المعايير مالتنا المعايير بخيصام ناحية المعايير مالتنا المعايير مالتنا مثل ما سماء هو دقيقة وحامسح ال وقلق لا عايش نمسح هذا جيب هذا اللون وحنسميه هنا كيس انقسم المجتمع الى كيس وكنترول الكيس هو وجود المرض والكنترول هو اختفاء المرض اللي انا اريد ادرسه يعني ممكن يكون الكنترول عنده مرض ثاني ممكن الكنترول عنده نيمونيا بس انا جاي ادرس الUTI فما لي علاقة بالنيومونيا نرجع بعدين نقسمهم الى وجود الرسك فاكتر واختفاء الرسك فاكتر المعايير اللي من خلاله اخذ هذه العينة يقول يعني بنفس المستشفى بالاضافة الى نفس المدى العمري ونفس الجنس وبالاضافة الى نفس المكان يعني مثلا انه يفحص من مستشفى الخنسان مقيمين بمدنية المصل فقط فيقول انه طبعا هنا مو كونترول هاي الكلمة مو كونترول يعني انه الكنترول يكون شبيه جدا بالكيس و الفرق الوحيد هو شنو هو وجود المرض واختفاء المرض وكذلك الرسك فاكترز حتى انقيم الرسك فاكترز انه هي ايضا مقسمة بنفس التقسيم عن جماعة الكيس حلو هذه هي المعايير اللي سويناها شافوا من خلال هاي الدراسة انه 72 مأريض 72 طفل من هذول المرضى ادهم يو تي اي امرهم اقل من سنة 86 من الذكور 44 رضاعة طبيعية زين انا راح اجي اشرع على الشغلات اللي تفيدنا بالدراسة 44 رضاعة طبيعية حلو 44 من الكيسز رضاعة طبيعية زين 78 رضاعة من خلال القواطي بوتولفيد ثلاثين 78 78 هما يو تي اي ويشربون قواطي ثلاثين هما كنترول كنترول ويشربون قواطي لبريست فيدنج 44 عند الو تي اي 44 واحد من اللي لعدهم يو تي اي هما ايضا رضاعة طبيعية و 72 من الكنترول رضاعة طبيعية الغير مصابين اوكي زين 32 كانوا يشربون يعني ميكست رضاعة طبيعية مع حليب قواطي حليب مصنع من جماعة اليو تي اي و 52 من الكنترول كان ايضا ميكست الاطفال الغير مختونين كان عددهم 62 من ضمن اليو تي اي و 41 من الكنترول السرقم سكرايبت كانوا 24 من ضمن اليو تي اي و 38 من ضمن اليو تي اي حلو سين يقول سوينا جدول ثنين في ثنين على مود النتائج مال هذه الدراسة يجي هنا طبعا هاي النوع من الدراسة الكنترول كله يتم عن طريق الجداول شونو عدنا الجداول نفسه هذا المخطط راح اجي اسويه بجدول جدول ثنين في ثنين شونو نرسموه نرسموه بهاي الطريقة رغيها اجيب قلم الاسود قلم الاسود لنسوية اجيب قلم الاسود لنسويها زين نرجع نجي نقسمه الي كيسز نرسموه الى الاسود كيسز كيسز يبقى عدنا فقط هنا يعني جناح للجدول عدنا هنا راح اخلي الكيسيز الكيسيز اللي مؤمنه مرضى ال-UTI وهنا راح نخلي شنو ال-Control وناشعدنا ال-Dotter حلو؟ زين ناشعدنا قدنا risk factor present present اللي مؤمنه يا جماعة جماعة البوتو الفيت بوتو الفيت وهنا راح نقول absent ريسك فاكتر absent راح نكتب rf راح نكتب هنا breast fit وناشعدنا وناشعدنا عدنا كذلك 78 108 عدد حالات حالات ال-UTI اللي يرضعون رضاعة طبيعية كان 44 عدد ال-Control يرضعون رضاعة طبيعية 72 المجموع وüt مجموعة مجموع حالات ال-UTI 122 28 مجموع 控ول 124 المجموع ال- мама الآ navy unmir مجموع و راح نحتاج أسوي لهم جدول واحدهم خلي نجي نسوي لهم جدول واحدهم حتى ما نطول كلش بسالفة الجدول نجي هذا نسوي له copy و نجي نسوي paste هنا زين ش راح نسوي هنا بالريسك فاكتر الريسك فاكتر بريزينت اللي هو شنو اللي هو الميxt ما تظهر طبعا على هاي السؤال بس حتى يكون كل شي واضح copy ما نجي نهمين نرجع نمسح زين مش قيد عدد الحالات UTI اللي شنو هنا راح نكتب mixed feeding و هنا شنو و نكتب breast ان هي ما عندها أي خطورة طبعا الميxt منه الأحسن الميxt للبريست أكيد أحسن ف32 ميxt من جمعات UTI فلح نجي هنا عدنا 32 حالة زين و 52 من جمعات الكنترول 52 المجموع 32 زادة 52 84 و عدنا جمعات البريستيش من الجدول السابق 44 72 و المجموع 116 نرجع نجي على المجموع 200 عدنا 52 و 72 124 124 و 76 مجموع الكيسات UTI 76 حالة بالنسبة لهذا الجدول ما راح نجي نسوي بعد جدول آخر جدول على مود مسألة الختان المجموع 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 اشتركوا في القناة ستة وثمانين ثمانية وسبعين مية واربعة وستين هذه هي بالنسبة للسركم سجن هاي طلعنا بالجدول مالتنا هسا راح حاول اشرح الجدول مرة اخرى بعد ما سويناه بالكامل شوف يا جماعة شون نملي الجدول احنا احنا نطاني المعلومات انطاني انه ثنين وثلاثين من المرضى اللي عدهم يوتي اي يشربون حليب ميكست تمام فمن جيت سويت الجدول مال ميكست جبت هم عدهم يوتي اي ويشربون حليب ميكست فاخلي العدد هنا تمام يعني هي مجرد ملي الجدول وهاي مسألة مالي الجدول جدا مهم واحد يراجعها بالامتحان يعني اذكر انا جان صار عندي غلط بها هاي السالفة بالامتحان وبعدين اتصلحت الحمد لله فنراجع دائما هذه الفكرة اوكي انه انا اجي اقسم الحالات اقسم الدراسة عينت الدراسة مالتكلتها الى كيس و كونترول واقسمها من جهة ثانية الى اعدهم رسك فاكتر او ماعدهم رسك فاكتر الكيسات اللي اعدهم رسك فاكتر خليهم هنا وهاي رح نسميها الاي اوكي طبعا هذا التقسيم هسا اللي راح اقوله مهم عفوا الكيسات اللي ماعدهم رسك فاكتر اسميهم سي الكونترول اللي اعدهم رسك فاكتر رح اسميها بي الكونترول اللي ماعده رسك فاكتر رح اسميه دي حلو هاي مهمة اي بي سي دي تمام اذا اذا بطريقة اخرى الاي يساوينا disease disease plus risk factor تمام والبي يساوينا no disease plus risk factor والسي يساوينا disease ناقص risk factor والدي يساوينا no disease ناقص risk factor يعني لا مرض ولا risk factor ما عنده حلو حلو هاي مهمة مهم الترتيب هنا عفوا هنا مربع الاي هنا مربع البي هنا مربع السي وهنا مربع الدي تمام اي بي سي دي يعني رح نحتاج بعد شوية بالحسابات الرياضية شو ملينا المربعات على حسب المعلومات اللي انطاني اياها هنا risk factor مع المرض موجود هنا risk factor موجود والمرض ما موجود هنا risk factor ما موجود ولكن المرض موجود هنا risk factor ما موجود والمرض كذلك ما موجود حلو إن شاء الله هاي يعني الفكرة تكون واضحة يعني إذا توضحت هاي الفكرة الباقي كله بسيط إن شاء الله زيين يقول هل من الممكن أنه أنا أعرف العلاقة الزمنية temporal association العلاقة الزمنية ما بين risk factor والمرض اللي إحنا يعني is determined by this study of the study design explain it briefly هل من الممكن أنه أنا أعرف العلاقة الزمنية ما بين risk factor والمرض شو يخصد بيها يعني هل من الممكن أنه أعرف أنا الفترة ما بين تعرض للrisk factor مثلا تعرض لشنو هنا هنا هو عدم التعرض أو بالأحلى التعرض للتغذية عن طريق حليب القواطي وحصول الرئيسي بصراحة من خلال هاي الدراسة ما نقدر ليش لأن هي مدى تصير تحت مراقبتنا فيقول طبعا هاي هنا نفس المربعة ما لتنا نسوي نرجى نريد أن نوضاف هنا خانة الدزيز خانة الرسك factor هي فقط كعناوين نفس المربعات ما لتنا نسوي زين بالنسبة للعلاقة الزمنية يقول أنه العلاقة الزمنية ما بين risk factor والدزيز ما نقدر نحددها من خلال هذا النوع من الدراسة ليش لأن المريض من الممكن يكون متأثر بالpathological process of the disease before the presence of the risk factor شمعناها؟ معناها من الممكن يجينا مريض هو عنده UTI قبل ما يبلش رضاعة بالحليب القواطي باعتبار أنه حاليا هذا risk factor ما لتنا أوكي؟ يعني من هو عنده رضاعة طبيعية؟ بل لش عنده UTI فبهل حالة معناها أنه أنا ما أقدر أحدد الوقت أحتاج نوعية أخرى من الدراسات وهنا نطعنا مثال واختصر علينا أجوبة أسئلة كثيرة الطريقة الوحيدة لتحديد العلاقة الزمنية هي شنو؟ ال cohort study cohort study نوعية من أنواع الدراسات راح نأخذها بعدين هي الوحيدة اللي ممكن أحدد من خلالها العلاقة الزمنية ما عداها ما نقدر أوكي؟ فها حتى نختصر علينا بالأسئلة في حالة إيجانا زين سألنا سؤال يقول شنو الفوائد من هذه الدراسة وشنو مظار هذه الدراسة خلنا نجي نجاوب هذا السؤال شنو هي مميزات الكيس كونترول study أولا أنه هاي الدراسة بسرعة يعني بسيطة ما تحتاج وقت كثير ويعني ما نحتاج نخلي لها ميزانية عالية كيس كونترول study كذلك مفيدة شنو نفرق شوي هنا بين الكلمات مفيدة للرير ديزيزز للأمراض النادرة لأمراض النادرة ليش؟ لأن أنا ما رح أنتظر إلى أنتظر لحالات أكثر مباشرة أستخدم الحالات المتوفرة وأبدأ أدرسهم بالكيس كونترول study كذلك مفيدة للكرونيك ديزيزز والديزيز اللي بها لونج ليتين سي بيريت لطول فترة طويلة يعني نقول فترة حضانة ومن الممكن من خلال هذه الدراسة أفحص وأدرس أدة أسباب أدة عوامل سببية لمرض واحد مثل هنا المرض كان الـ UTI فحصنا circumcision فحصنا البوتل فيدينج فهذا يعني إنا أنه أقدر أستفاد من عدة عوامل تشتغل بنفس الوقت نبحث عليها مسوية مثل هذه الدراسة درسنا طريقة للأكل وبالإضافة للـ circumcision بحالة الـ UTI كذلك من الممكن أحسب شغلة اللي إحنا ما حسبناها بهذه الحالة لديه dose of the factor under study يعني الـ previous exposure could be divided into degree or plus plus 2 أو 3 plus 3 يعني شتقصد بيها هذه من الممكن أن نجيب مرض مثلا التذخين أجيب ناس يدخلون 10 جيجاير باليوم أجيب ناس يدخلون 20 جيجاير باليوم وأجيب ناس يدخلون 30 جيجاير باليوم وأجيب control فبالحالة ما بس رح أعرف قوة الفاكتر ولكن رح أعرف الفاكتر شوقت يكون مضر أكثر اللي نسميها جرعة هذا العامل dose of the factor طبعا هنا ما رح تفيدناها إشار ليش يعني السيركمسيجن هو يصير مرة وحدة الـ breast feeding والـ bottle feeding يعني من الممكن مثلا شقد صار لك أنت bottle feeding يعني بس مو كلش دقيقة ولكن مثلا من أجي على شي ممكن بكمية مثل السموكينج من المؤسير هذه الدراسة support but not provide the causal association يعني تساند العلاقة السببية ولكن ما هي اللي توفر لي العلاقة السببية بدقة شديدة تمام؟ يعني رح تنطيني اقتراح أنا تقلي والله يمكن السبب هو bottle feeding دقيق أكثر يعني من الممكن أننا أجي على الحالات اللي أعرف أنه مثلا عدهم برضاعة طبيعية وأضمنهم بالدراسة فرح يكن عندي تحيز فالنتيجة مالتي كذلك رح تكون biased متحيزة أوكي فعدنا selection bias كذلك recall bias الذاكرة مالتنا ما رح نتذكر المعلومات بشكل كافي يعني احنا هاي الدراسة رح تتم على فترة طويلة في حالة أنه احنا ما كنا نسجل دائما رح يصير بها مشكلة بالذاكرة أوكي فمن الممكن أنه احنا ننسى المعلومات في حالة أنه اعتمدنا على الذاكرة طبعا هاي نقدر نتجاوزها بشنو؟ من خلال تسجيل المستمر كذلك في حالة أنه احنا ردنا نسوي دراسة على clinical records على السجلات الطبية الموجودة المستشفى يعني على الطابلات والطابلات معلوماتها تكون دائما غير كافية أو ناقصة صح؟ فما رح تفيدنا كل مشكلة مع هاي الدراسة كذلك أنه العلاقة الزمنية العلاقة الزمنية ما هو أفحب هاي الدراسة صعب أنه أحددها صعب أنه أحدد وأقول أنه el cause preceded the effect صعب أنه أقول السبب اللي أنا ده أدرسه سبق المرض صعب أنه أقول المريض بدى عنده أو بلش الرضاعة من خلال القواطي قبل مرض التهاب المجاري تمام؟ تعدد مشكلة بالعلاقة الزمنية وذكرنا أنه العلاقة الزمنية فقط يمكن تعديدها من خلال cohort study not suitable for rare exposures وهاي مفرقة هنا هناش عندنا هدنا rare diseases ويني هذي كانت؟ rare disease rare disease بينما هناش عندنا هدنا rare exposure إذن هي تفيدنا بالrare disease بالأمراض النادرة ولكن ما تفيدنا بالrare exposure مثلا شخص شخص اتعرض للدخان مرة واحدة بحياته يعني هيا صعبة شخص اتعرض للإشعاع مرة واحدة بحياته أو مرتين ما يتفيدنا هاي الدراسة الكيس كنترول تفيدنا دراسات أخرى راح نشوفها بعدين يقول لي أن الكيس كنترول استخدام النادرة بحياته 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 يعني لي أنه إحنا من أجي أخذ الدراسة شون راح أجيب هذي 308 طفل اللي جمعتهم قبل شوية سألتهم أتكم التهاب مجاري أو معدهم التهاب مجاري وقسمتهم على هالأساس فالكيس كنترول لا يتعرض نظر بحياته أو بحياته ليش؟ لأن أنا ما عندي لأن كل الكيسات اللي أخذتهم أنا حددت هم مصابين لو غير مصابين إلا في حالة إنه إحنا أخذنا هاي العينة وأنا أعرف الحجم السكاني عندنا في حالة إنه عرفت الحجم السكاني لا الوضع بسيط وراح أقدر أعرف الـ population at risk وحسب الـ incidence والـ prevalence كذلك أحيانا شي صر عندنا إنه أنا بالـ case group راح أستخدم عدة أنواع من الفحوصات مثلا بواحد استخدمت فحص إدرار أو لغة استعمال التسونر هذا أيضا راح يعني ما يبينتهم وجنص ما راح يكون ثابت فبالتالي شوية يأثر على التشخيص مالتني يأثر على العينة مالتي وتكون خاطئة لازم أستخدم نفس طريقة الفحص أوكي لازم أستخدم نفس طريقة الفحص يرجع يسألنا سؤال يقول شلون أقدر أحدد هاو كان the risk be estimated between the risk factor and the disease شلون أحدد خطورة risk factor مثلا هو البطل فيدينج والمرض هل أنه أكو risk فعليا لو ما أكو risk تمام خلي أروح للسؤال حتى نشوف الحل دقيقة شلون أحدد risk factor وال disease يتم طبعا تحديده عن طريق odds ratio odds ratio هاي نسميها odds ratio دقيقة odds ratio تمام هذي اللي راح نستخدمها ويقول أحددنا ال risk odds ratio بس خلينا أخذ التعريف مالتها من هنا يقول أنه خطورة أو احتمالية أن الشخص يصير عند المرض أقدر أحددها أو أقيمها أو أتوقعها من خلال حساب odds ratio ال odds ratio هي مثل ما نقول عدد المرات عدد مرات ويقوم بتعرض الحالات السليمة لهذا الفاكتر نفسه تمام يعني راح نسوي المقارنة ولكن المقارنة راح نسويها من خلال شنو؟ من خلال علاقة رياضية وهذه العلاقة الرياضية راح تعتمد على الأي بي سي دي مالتنا هاي ما راح نسميها أي بي سي دي أوكي شون راح نسويها؟ راح نسويها بالشكل الآتي الأود الأود ريشيو ساوينا الأي في الدي على البي في السي فبالتالي خلالي نجي نشوف ناخذ السركمسجن عدنا 62 62 في 38 على شقد؟ على 24 في 38 البي في سي 40 دقيقة عفوا توهمت بنقل الأرقام أربعين أربعين أربعة وعشرين خل نروح للآلة الحاسبة مالتنا زين أه 62 في 38 يساوينا ألفين وثلاثمية وستة وخمسين على أربعين في أربعة وعشرين يساوينا تسعمية وستين تسعمية وستين نرجع نقسم ثنين ثلاثة خمسة ستة تقسيم تقسيم تسعمية وفي تسعمية تسعمية لم تدع كتوق بتكسيم لطفال تسعمية نحن التسعمية تسعمية المتحدة ثلاثام سي تسعمية تعاليا وفحت ان شاء الله الفكرة انه انا اجي اجي بالرقم هذا اللي طلع ادنا جي نخلي نحسب الودريشيو ما المنو ما ال نجيب هذا المقام اي في دي ما اله بريست فيدنك هذا البرست فيدنك رح نجي نضرب 78 يعني الاي الاي اه اللي هي ال 78 في شقد الاي في الدي اللي هي 72 بعدين نرجع نجي على ال 30 اللي هي البي اللي هي 30 في السي اللي هي ال 44 رح اجي اطلع الحاسب وحسبها انها احسن 78 78 في 72 رح سوينا خمس عفون 5616 زين ال 30 في ال 44 سوينا 1320 رجع نقسم شي على شي 5616 تقسيم 1320 ويساوينا 4.25 هذا شي يعنينا معناتها الاشخاص اللي يشربون حليب قواطي اكثر عرضة للالتهاب المجاري بنسبة 4.25 اكثر عرضة بنسبة 4.25 او اربعة اضعاف الاشخاص جماعة البوتل فيدنك فنشوفها هنا مثلا حسب ان الريسك ما البريست فيد والبوتل فيد مع الو تي اي طلعها 4.25 مثل ما حسبناها فقال ان الريسك فور بوتل فيد اربع مرات وربع اربع مرات وربع اكثر من البريست فيد انه حتي سرعتهم الو تي اي حلو بين الميكس فيد والبريست فيد شاف انه تقريبا واحد بوينت سفر سفر ستة الى واحد يعني النسبة جدا قليلة فقال ما اكو علاقة ما بين اللي يشرب حليب مخلط وبين البريست فيد فماكو خطورة يعني عادي واحد يشرب رضاعة طبيعية ورضاعة من القواطي على حسب هذا الدراس طبعا وشاف انه فرق الختان هو 2.4 مثل ما حسبناها اللي هو 2.4 الانسركم سايز او الننسركم سايز انه يصير عندهم اليو تي اي اكثر من السركم سايز حلو وشو نقسم عندنا الاود ريشيو اذا كان اكثر من واحد معنات هذه شكلنا ريسك اذا كان يساوي واحد معناتا ما كو علاقة مثل الهنا من طلع عدنا الميكست الميكست مع البريست فيد واذا كان اقل من واحد معناها يحمي absent of risk protective معناتا وجود هذه الشغلة تحمينا يعني مثلا لو فرضنا انه هنا بدل ما 2.4 طلع عدنا 0.14 معناها معناها انه الشخص الغير مختون محمي محمي من ال uti اوكي ولكن احنا طلعت عدنا دراسة بالعكس زين طبعا هاي خلصت الدراسات هنا يمكن هنا عدنا يكون اكو سؤال لا والخلصت الدراسة زين نتوقف الى هنا هذه التمرين الثالث ان شاء الله بالمختبر القادم نستمر وناخد ال cohort study بالتمرين الخامس